السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله هنكمل مع بعض شيت 3 وانا اخذ الاسئلة الخاصة بالdon't care condition بعد كده ايه هنرجع للشيت عندي هنا ايه السؤال ايه السؤال رقم 3 بيقول لي simplify the following billion functions together with don't care condition تمام and a and then express the simplified function in some of minterium forms تمام فانا عايز نبسط الدول دي تمام هو عطيني فيها حدود من term وعطيني فيها don't care واخدنا don't care في الفيديو السابق وعرفنا ان don't care دي حدود انا الدل عندها مش ب1 ولا بصفر دي don't care براحتك عازو تحطها بواحد ماشي عازو تحطها بصفر ماشي اما المنترمز دول فدول ايه دول هنحط الدل عندهم بكم بواحدة هدي والحدود الباقية فهنحطها ايه باصفار طيب ماشي تعال ايه تعا ناخده اول مثال تمام رقم ايه رقم ايه فاناخد اول مثال سؤال رقم 3 رقم ايه بعطيني انا الدل اف اف اكس وي وزد تصمش انا في صفر وواحد واربعة وخمسة وستة وعطيني don't care عبارة عن كام وعبارة عن اتنين وتلاتة ايه وسبعة طيب فهنعمل ايه قلنا احنا في don't care هنمسك انا عندي الحدود بتاعتي تصمف منترم دي ده الحدود المنترم اللي عندها الدل بوحاية طبعا هما ثلاتة ايه كارنوف ماب فهيقبع من ثمانية سلزة اتنين قص ثلاتة طيب فهننحط ايه وانز عند مين عند الحدود اللي هي عندها الدل ايه عند بتوع المنترمز تمام خمسة وم كام وم ستة بعد كده لحدود اللي هي تنين وتلاتة وسبعة نحط عندهم اكس تمام فالdon't care هنحطها ايه ب اكس اكس طيب فجلك ايه قلت براحتك انت عاوست اخدها بصفر ماشي عاوست اخدها بواحد ده على حسب ايه لو هتبسط معك لو انا خلتها بواحد وهتبسط معي يفضل فالمسال هنا لو انا افترطت مسلا ان لو انا مش هيخد الدونت care فانا قلت انا عملية ناخد الاربع وانز دول مع بعض وهناخد الوان ده مع الوان ده على الاطراف تمام فبالتالي عندي ايه حدين هينتجي لحدة وهينتج لحدة تمام طيب الوان ده والوان ده طب لو انا اعتبرت ان الاكسات دول بوان ايه اللي بيحصل هتلاقييني كده نسجدها الكل بوان وبالتالت دالة كده ان الدالة دايما ايه دايما بواحد وبالتالت تبسط كده هيضيعوا معي الاكس والاكس والاكس والواي وكل فانتج انا الدالة دايما بواحد ليه لان انا تلاحظ ان كل الحدود بتطلع لوان فكده شفت انا بسط الدالة خالص تمام فدي الفكرة ايه من طيب اا عندي هنا طالب مني بجالك بعد ما انبسط تمام جالك هات مين جالي عاوز احط الدالة فجالك طالما تديت دول اعتبرتهم بوان فخلاص يبقى انا كده ايه الدولة هما اصبحوا من تير ما عندي او او دالة هنخلى الدالة في sum of midter اللي عندها الدالة بمين الادّالة بواحد فانا اعتبرت ان الاكس ايه بواحد فبلتالي دول اصبحوا sum of mintter معي فانص يجي نعط دالة عبارة on assumption صفر واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسابعة للي ان اعتبرت ان الاثنين والتلاتة والسبعة الاثنين والتلاتة وسبعة اعتبرتم من بقى يخشوا معي في داخل مين دخل الصم اف مين تير. طيب حل. بعد كده انا عندي ايه المسارة ام تلاتة مين بي. اعطيني الدلة في اربعة او الصمشن اف مين تير بصفر وستة وتمانية وتلاتسر والاربعة وعطيني الدلة عبارة عن كام صم اف اتنين واربعة وعشرة. تمام دولة مين دولة. طب وباجي اللي حدود هيكون باصفر. فانا هنيجي انه نحط الدلة بوانز عند مين عند الصم اف مين تير بصفر والستة والتمانية ومين والتلاتاشر والاربعتاشر. بعد كده اتدى لب دولتكير عند الاتنين وعند الاربعة وعند الكام وعند العشرة. او بعد كده هنحط اصفار في باجي ايه. فباجي اللي حدود. طيب. فهنا هنستخدمهم من بسطة ازاي. لو انا ما كنتش اناه اا اه لو دول كانوا باصفر او مس موجودين كنت هنطر اناها plate كنت هناخد الواحد ده على الواحد ده على الاطراف وكنت ناخد الواحد ده على الواحد ده والواحد ده هناخد واحده. فبالتالي كانت اطلع عندي تلات حدود وكانت تدل ايه هتوب بقية كبيرة. طيب لو جيت انا وافترضت ان الاكس ده والاكس ده افترضتهم بوحيد. تمام? لان دونت كير جال لك براحتك انت افترضه بواحد ماشي مش عايز تفترضه خلق افترضه بصفر براحتك. تمام? طبعا ومالحوظة تاني ان في ناس بتطلق بط. كل دونت كير مليش علاقة بالتاني. يعني انا ممكن افترض ان الترم ده بواحد الده اللي عنده بواحد. والترم ده الده اللي عنده بصفر عادي. شوف انت اللي رايحك. تمام? لان دي حدود عشوائية مش هتحصل اصلا ومش هتتكرر زي ما صرحناها قبل كده. زي طيب. فهنا ايه لا يحصل? يعني لو افترضتنا الاكس ده والاكس ده تمام? اللي هو الحد كامل هو الحد ام اتنين وهنا الحد ام كام ام عشرة. لو افترضتهم بوانز فانا ممكن ناخدهم مع الوان ده والوان ده على الاطراف بالشكل ده وبالتالي انا هنبسط خالص لان كل ما العدد الوانز بيزيد في الروب كل ما التبسط يزيد لان الجروب من تو وانز هيختصر لو ايضيع تو وانز هيختصر تو و هكذا. لو لو من تمانية هتضيع التالتة الواذ去 و هكذا. تمام طيب؟ بعد كده عندي مين تاني؟ جان Unters성을 ابق perf ktoś ده والاكس ده كنت ناخدهم مع بعض. طيب ما انا اعتبرت ان الاكس دي والاكس دي بوحد ما انا اخدها معها. فانا اخدها بالشكل ده. تمام فانا ايه انا اخدها ايه وبانا بسط خالص. بعد كده عندي مين? عندي الوان ده واحد وخلاص فانا ايه ماليش احتمال ايه غير مع نفسه. طيب. بعد كده هنبدأ نكتب الدلة بتاعتي. هن عندي هنا ايه? هنبص للجروب الاحمر. هنبص للنظرة افاقية هنشفي بي كومبليمنت هي اللي سابتة. وبص النظرة رأسية هنشفي مين الدي كومبليمنت. بعد كده تلم tri fra 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 شفي الا والبي وانبصل له ناظرة رأسية هنشفي مين السي كوم لمنت مين دي. طيب بعد كده انا عندي هنحطهم في الصم اف من تيرم فانا عندي كل الاكس الدونت كير اللي انا اعتبرتم بحيض اصبحوا تبع الصم اف من تيرم بتاعتي. تمام? فلهم مين الحد ده? الهو ام اتنين وعندي الحد ده هو ام كام? الهو ام عشرة? هيتضفوا معي. فهيقبوا عندي ام اتنين وام عشرة هيتضفوا للحدود بتاعتي. فانقول لده اصبحت الان صم اف صفر واتنين وستة وتمانية وعشر وتبعتاشر واربعتاشر. فاخد بالك. ده هو اللي جاصده يعني بيقول لك انت مين اللي حدود اللي اعتبرتها عندك في الصم اف من تيرم? هيتضونت كل لان اعتبرتها بوحيض. فهنكتب انا نكتب لده اللي بياصبر احد من جديد ايه بالصم اف من تيرم اللي هو بالشكل ده. طيب بعد كده عندي هنا ايه رقم سي. عندي بيقول ايه في السؤال التالت رقم سي. بيقول لنا العبارة عن صم اف من تيرم خمسة وستة وسبعة وتماشر واربعتاشر وخمستاشر. تمام? وعندي الصم اه بعد كده عندي حدوط حدود عبر عن كلم تلاتة والتسعة واللاระداشر. وكان هو عامل غلطة هنا حطوت خمستاشر في ٥ فاشيه للخمستاشر من العادي؟ تمام? في الشي. طيب. فهنا عندي هنا ايه التلاتة حدود دول? فاعلي يجي نحط الده اللي عادي بانز عندي ايه عند الحدود دول? تمام? اللي هما ستاحدوت دول. وبعد كده نحطها بضمتكرة عند التلاتة والتسعة ومين? التلاتة والتسعة واللوحظ عشر. طيب. بعد كده هنبدأ ايه? هنبدأ نجمع عادي الجروب اف ونز مع بعض. فنبدأ ناخد اول جروب اللي هو باللون الاحمر ده. وبعد كده عندي هنا مين? الوان ده والوان ده. تمام? تمام? انا خلاص انا كده غطيتهم. بعد كده هنا عندي مين? عندي الواحد ده. هناخده مع مين مليش احتمال غير ناخده معا لي جنبه. وبعد كده الواحد ده ناخده على الاطراف مع الواحد ده تمام فاللاحظ هنا ايه فانا مش في كل الحالات السؤال هنا او الفايد من السؤال ده مش في كل الحالات انا محتاج انا ليه اخد الاكس ده والاكس ده تمام انا كده انا عامل حد زيادة طالما انا كان الوان ده والوان ده كده كده هنغطيهم مع الحدود دول لان ده لو تاخد بالك ده اسنشل ليه اسنشل لان انا عندي الحد ده من اقدرش ناخده مع غير باللون الاحمر ده فقط. تمام? لو تفتكر من جزء الصدق. طيب. فانا هنا مش محتاج لانا لو اعتبرتهم هنضطر ايه نغطيهم على الجروب ده. فهنضيف حد زيادة. لان انا مقدرش استغنى عن الاحمر. فاخد باله. تمام? فمش في كل الحالات انا محتاج طيب بعد كده هنبدأ باختصار الدلل بين الاحمر هنبصل لهم نظرة افقية هنشوف فيهم من البي. ونبصل لهم نظرة سي هنشوف فيهم السي. بعد كده الجروب الازرق هنبصل لهم نظرة افرقية هنشوف فيه ونظرة رأسية هنشوف فيه مين الدي بعد كده مين الاخزر هنبصل لهم نظرة افرقية هنشوف فيه ونبصل نظرة نزرة سياءة تمام طيب بعد كده هنا هنحط الاندي خلاص اللي حدود اللي انا خدتها بالان هتخش معي. تمام? في في الميتيرم فأنا ماخدتش احني ما خدتش حدود بتاعت انا ماخدتهمش. فبالتالي هيفضل الصمار ما يفضل زي ماهم الخمسة والستة والسبعة والاتناشر والبعطش الخمستاشر مخدتش ايها خد بالك. طيب. بعد كده عندي هنا ايه السؤال رقم ايه يا رقم دي. تمام? عاطيني الدلة السمق من تير من الاربعة والاتناشر والسبعة وال اتنين وعشرة. تمام? مش مشكلة من الاخباطين عادي. وبعد كده عندي الدونت كير اه تيرمز عند الصفر والستة والتمانية. فانا هنبدأ هنا نحط الهدود اللي هما التيرمز. وهو عند الدلة بدونت كير باكس مين عند الدونت كارز اللي هما الصف والستة ومين والتمانية. اول باجي باجي اللي حدود هنحطها او باجي السمز هنحطها باصفر. فانا مش هنحطها هنا لان هبسط على الوانز فانا مش مشكلة. بعد كده هنبدأ ايه هنبدأ ان ناخد الجروب مع بعض. فانا عندي هنا الواحد ده والواحد ده كنت هناخدهم مع بعض. تمام? طيب ما هم مش احتمال غير يتخذهم مع بعض. طب انا لو اتبرت الاكس ده والاكس ده بوانز. طب انا كده هنملة بنعمل جروب من عدد اكبر من الوانز. وبالتالي كنت ممكن ايه ناخدهم مع بعض. فكده هنبنط اكتر. طيب فعندي برضه الواحد ده والوان ده كنت هناخدهم مع بعض. ملا هم انت احتمال غيري التق se هملي جمب بعض فقط. فانا لو اعتبرت لما اعتبرت لنا الاكس ده والاكس دي بوانز فانا كان ممكن ايه ناخدهم على الاطراف بالشكل ده. وبالتالي انا خليت جروب افاربع وانز. وبالتالي هنضيع top فدي هنا الميزة. بعد كده الواحد ده هناخد واحده مليش اي لكن انا هنا موجود الاكس لو اعتبرته بواحد فانا ممكن انبسط. وبالتالي هنا امتى هناخده لما يكون هيبسط. لو مش هيبسط لو هيضيف يعني زيادة يبقى انا مش هناخده. تمام? طيب. بعد كده تعالى انا بنكتب الدلة بتاعتنا هتقبع عبارة عن الجروب الاحمر هنبصله نظره افقية نشوف فيه البي كومبليمنت ونظره سيا نشوف فيه الدي كومبليمنت. بعد كده الجروب الازرق هنبصله نظره افقية هتلاقي الاي والبي ضعه لان فيه كل الصفوف في الاي والاي كومبليمنت والبي والبي كومبليمنت. طيب ما فيش حاجة سابتة. هنبصله نظره سيا هنشوف فيه مين? هنشوف فيه الاسي كومبليمنت دي سابتين. طيب فقط يعني. بعد كده الاخضر هنبصله نظره افقية هنشوف فيه الاي كومبليمنت مين بي. بعد كده هنبصله نظره سيا هنشوف فيه مين? هنشوف فيه السي هي السابتة. والدي يبقى هيضيعه. طيب وبالتالي هنا اه ده 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 الحدود بتاعتي. وبكده تكون خلصت واتمنى تكون استفدت وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.